هو يعني إيه أوقاف؟ إحنا ببرنامجنا هنحاول نسهل التواصل بين الحكومة والأطفال في أسئلة كتير جداً الأطفال بتكون عايزة تعرفها إحنا ببرنامجنا هنحاول نعرفها لكم معنا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أهلاً بيك أهلاً وسهلاً بيك وأنا فرحان وسعيد أني أكون معاك نشكر حضرتك جداً أنت وفقت تتعود معي وتتكلم معي ربنا يخليك وأنا سعيد وفرحان مبسوط جداً بالحوار معك شك هو يعني إيه أو إيه؟ أولاً طبعاً قبل مجاوب أنا حابب أن أوجه من خلالك رسالة إلى كل أطفال مصر أولاد وبنات أنه أنا بقدم ليهم الاحترام والحب وأتمنى ليهم المستقبل المشرق اللائق فيهم وأتمنى ليهم أنهم بكرة وبعد يعني يتحملوا أمانة الوطن ويكونوا ناجحين ويكونوا موفقين إن شاء الله يعني إيه أوقاف ويعني إيه وزارة الأوقاف؟ وزارة الأوقاف يا سبانة مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية مهمتها أن إحنا لما نمشي في كل مدينة وقرية مصرية هنلاقي المسجد المسجد ليه إمام بيؤدي رسالته فيه وبجوار الإمام عدد من المساعدين ليه اللي بيؤذن اللي بينظف المسجد لما نتخيل إن إحنا عندنا في مصر كام مسجد كام قرية كام مدينة وفي كل مدينة فيه كام مسجد عدد ضخم جداً من المساجد في مصر كلها في كل أرض مصر مين المسؤول عن رعاية وتنظيم شؤون المساجد دي وعن إعداد الإمام والخطيب وعن متبعته وعن الإشراف على خطابه العلم اللي بيقدمه للناس المسؤول عن المنظومة دي كلها هي وزارة الأوقاف دي يبقى دي أحد مؤسسات الدولة المصرية المسؤول عن إدارة كل المساجد في مصر وده عدد ضخم جداً في كل مكان في كل قرية في كل مدينة في مصر في مسجد كل المنظومة دي بيتم إدارتها وتشغيلها من خلال وزارة الأوقاف يبقى وزارة الأوقاف بنقول لكل طفل مصري دي مؤسسة من مؤسسات بلدك بتتشرف بأن تقوم على إدارة وخدمة مساجد مصر كلها كل المساجد كل بيوت اللي في مصر اللي بيقوم على إدارتها وتشغيلها ورعاية الإمام وتنظيم شؤون المسجد ووزارة الأوقاف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة